موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام مشاهدي قناة الخليجية أحييكم وأرحب بكم مجددا مع طريق التميز واليوم نخاطب كل شباب الجامعات شباب التعليم العام شباب المرحلة السنوية نخاطب أولياء الأمور والقائمين على أمور الأبناء في رعايتهم وتربيتهم والصهر لمساعدتهم لكي يتفوقوا ولكي يتميزوا موضوع حلقة اليوم نصائح التميز في المذاكرة والامتحان في البداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهفق كل الأبناء وكل الإخوة القائمين على أوراق الامتحانات لكي يجيبوا ويبدعوا ويتفاعلوا مع ورقة الاختبار والامتحان ويبدعوا أيضا في المذاكرة والمراجعة لأن الامتحان هو امتحان هو مشهد لا بد من القلق ولكن لا داعي إلى التوتر الزائد لا داعي إلى الخوف المرضي لا بد أن يكون الإنسان لديه ثقة في نفسه ثقة في الله سبحانه وتعالى بأنه من زرع حصد وطوال عام طويل جدا أيام وليالي بعض منها الإنسان غير موفق في التحصيل إنما كثير منها موفق في أن يحصل وفي أن يراجع وفي أن يكتب كل أسرة وكل بيت في عالمنا العربي وفي كل مكان على أرض مجتمعنا العربي وفي أمتنا أكيد بيسأل أسئلة تتصل بماذا نفعل مع الأبناء أثناء الامتحانات ماذا يفعل أبناء وبالذات المقدمين على مرحلة جامعية همة جدا في السنوية العامة تعبوا وبيذكروا ومازالوا يحصلوا اشتغلوا على كتب الوزارة واشتروا الكتب الخارجية واشتروا الملازم والملخصات وما أدراك ما الملازم والملخصات وبقى كل طالب جنبيه ساتر ترابي من المعلومات في كل مادة محتار يا طرى ليلة الامتحان أتعامل مع أي من هذه المفردات أتعامل مع الكتاب الخارجي ولا مع كتاب الوزارة ولا مع المذكرات اللي زميلوا